اتخذ زعيم الجمهوريين في الكونغريس الأمريكي بول واين خطوة استثنائية ونأى بنفسه عن دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وقال واين رئيس مجلس النواب الأمريكي أنه لن يدافع عن ترامب ولن يدعو لتصويت له وذلك بعد الغضب الذي أثاره فيديو لتصريحات مشينة للنساء أدل بها المرشح الجمهوري فيما مضى وكشف عنها لاحقا وأدى قرار واين إلى تفاقم أسوأ اضطرابات داخل الحزب الجمهوري منذ عقود وعزز إحساسا متناميا بالعزلة حول ترامب الذي لم يترشح من قبل لأي منصب عام